اهلا بكم في براكتس جديد والنهاردة هنحل مع بعض الترجمة نبدأ بترانسليتين تو ارابيك بيقول لي we have to reconsider the population map of Egypt and encourage people to move to the new cities بيقول نحن يجب علينا reconsider يعني عدد النظر فيه مثلا the population map of Egypt الخريطة السكانية ايه الخريطة السكانية؟ ببساطة اللي هو توزيع السكان على المكان على المساحة بتاعت البلد لو نفتكر كلا ايه بناخد جوغرافيا ان كلهم متكومين عند النيل فالدنيا كلها في مصر فضل المهم and encourage people وانشجع الناس ان هم ينتقلوا للمدن الجديدة المدن الجديدة غالبا بتبقى بعيدة بتبقى صحاري شوية فبنشجع الناس انها الاثنين ليها علشان نستصلحوا او علشان يعني نوزع الناس شوية بتبعد عن الزحمة فهنقول علينا اعادة النظر في مشكلة الخريطة السكانية او في الخريطة السكانية كما علينا اللي هو and D تشجيع الناس على الانتقال الى المدن الجديدة زي ما قلناها ما بعد تمام؟ جملة اللي بعدها بيقول illiteracy 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 is a serious social problem and we have to exert great efforts to eliminate it illiteracy اللي هو الجهل هو مشكلة اجتماعية خطيرة وعلينا exert يعني يبذل يبذل جهد او علينا بذل efforts كبيرة يعني مجهودات كبيرة عشان نقضي عليه eliminated يبقى ان الامية هي مشكلة اجتماعية خطيرة يجب علينا بذل مجهودات جبارة او كبيرة او عظيمة او اي حاجة للقضاء عليها هي مين هي الامية داي translate into English بيقول لي التفسير الابسط للضغط العصبي هو انعكاس طبيعي لعدم قدرة الفرد على التكايف مع البيئة التي يعيش فيها تاني التفسير الابسط للضغط العصبي الضغط العصبي هذا اللي هو stress تفسير الابسط يبقى the simplest explanation for the stress للضغط هو اي بقى ان الضغط ده عبارة عن is that it is اللي هو الضغط a natural reflection انعكاس طبيعي لعدم قدرة يعني disability يعني disability يبقى one's disability عدم قدرة الفرد اللي هو one أو man's disability تمام to adapt to لتكايف مع the environment in which he lives التي يعيش فيها أو environment where he lives الجملة الأخيرة بيقول هناك هناك طرق عديدة لمواجهة مشكلة البطلة في مصر منها المشروعات الصغيرة التي تتيح للشباب فرص عمل جديدة يبقى هنقول there are many ways هناك طرق عديدة to face أو to overcome unemployment in Egypt مشكلة البطلة في مصر we could do small projects اللي هي يعني قلتوا بدا نقول منها بدا ممكن اقول as ممكن اقول we can do we could do small projects اللي هي مشروعات صغيرة that provide the youth التي تتيح للشباب أو تمنح الشباب provide with يزود ب new job opportunities تتزودهم بفرص عمل جديدة أو أكثر يعني أو تتيح لهم زي الجملة ما مكتوب فيها دي كانت الجملة الأخيرة اللي هي تكسرسايز خفيف بس فيه شوية كلمات مهمة على مغلق معظمكم يعرفها بس أكيد لازم تبقوا عارفينها تأكدوا عن موضوع ده واشوفكم ان شاء الله في البركتس اللي جاي